مرحبا بكم في صحة مك اليوم سوف نتكلموا على الملح وشنه هي الاستخدامات الصحية المختلفة تعوي الملح لا نستعملوه في الماك لابرك تقدروا تستعملوه في أمور أخرى تعود لكم بالنفع على صحتكم والجسم من بين هذه الاستخدامات المساهمة في علاج قروح الفم يعني للزفت إذا كنتوا تعانيوا بالإصابة بقروح الفم يقدر يكون الملح العلاج لي بريكم من خلال الغرغرة بالماء والملح والتخلص ثاني من لونج لينكارني الملح يقدر يعاونكم باش تخلصوا من الضفر الناشب يعني لونج لينكارني لونج لينكارني هو عبارة عن حالة صحية جي نتيجة انغراز الضفر في الجلد المحيط به وعادة ما يصيب صبع تاع الرجل الكبير في حالة كنتوا تعانيوا من هذه المشكلة حطوا رجل ديلكم المصابة في بيعاء يحتوي على الماء والملح سيوا تديروا هذه العملية عدة مرات خلال اليوم الملح تاني يقدر يساعد في علاج احتقان او سيلان الانف تقليل اعراض بليكزيما والصادفية هو يقلل من احمرار وتهيوج البشرة والحكا ويساعد في ترطيب الجلد الملح تاني يساعد في التخلص من حرقة المعيدة التقليل من حكة قرصة البعوت يعني كي قرصكم الناموس والمساهمة في علاج التهاب الحرقة الملح تاني يساعد في التخلص من رائحة الفم الكارهة ويساعد في التخلص من الامساك يعني شفتوا باللي الملح يقدر يكون عنده فوائد لكن كي تاكلوه ما تكتروش منه على خطر بيانشوخ رح يسبب لكم مشاكل صحية من بعد بحقنا نهاية عدد اليوم إن شاء الله تكونوا صفيتوا معنا من المعلومات لمدين لكم وأكيد تبقى استشارة الطبيب ضرورية يحب يعود يشوف الحصاتي عن اليوم يلقىها في سوق انترنت بابقى لغا نقولكم تهلوا في صحتكم وسلام